تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعا تقرير السنوي لأعمال مجلسي الشورى والنواب لدور النقاد الثالث من الفصل التشريع الخامس جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك المفدى هذا اليوم في قصر الصافرية معالي السيدة فوزية بن عبدالله زينر رئيسة مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ونواب رئيسي المجلسين الذين رفعوا لجلالته التقرير السنوي خلال الاستقبال أعرب جلالته عن اعتزازه بالجهود المخلصة والإنجازات الكبيرة التي واصل تحقيقها المجلسان لخدمة الوطن والمواطن منذ انطلاق المسيرة البرلمانية ومشيدا بالدور الفاعل لسلطة التشريعية في دعم مسيرة التنمية وتعزيز النهج الديمقراطي فضلا عن توثيق التعاون مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة أثناء جلالته على ما تضمنه تقرير مجلس الشورى والنواب من أفكار بناء لتطوير الأداء التشريعي والرقابي والبناء على ما تحقق من مكتسبات محورية معربا أيضه الله عن تقديره لمستوى التعاون والتنسيق المثمر بين السلطتين وباعتزازه بجهود أبناء البحرين كافة وتفانيهم في خدمة وطنهم مما يسهم في المضي قدما بنجاح في مسيرة الوطن المباركة على درب التطور والبناء أضف جلالته أننا نطمح دائما نحو الأفضل لرقي وطننا ومن أجل المزيد من النمو الاقتصادي والحضاري والذي أصبح بحمد الله أفضل وأقوى ونحرص على تعزيزه دائما مشيرا جلالته إلى حرس مملكة البحرين على تطوير العمل المشترك والتعاون مع الأشقاء في دول مجلس التعاون والدول العربية الشقيقة ودول المنطقة والعالم للمزيد من التكاتف والتعاون لما فيه خير وتقدم الجميع مؤكدا جلالته أن مصلحة الوطن والمواطنين الكرام وتوفير الحياة الكريمة لهم هو هدفنا الأسمى وأن أبناء البحرين قد أثبتوا حرصهم على تحقيق النتائج المتميزة في مختلف المجالات والمنافسات الإقليمية والدولية متكاتفين يدا بيد وضعين نصب عيونهم رفعة وطنهم هذا وقد رفعت رئيسة مجلس النواب أسماية التقدير والعرفان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدح فظه الله ورعاه بمناسبة التشرف بتسليم جلالته أيضه الله التقرير السنوي لأعمال مجلس النواب لدول العنقاد السنوي العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس وأشدت معاليها بالتنسيق التام والتعاون للبلناء القائم والمستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بقيادة سمولي العهد رئيس مجلس روزراء ومؤكدة أن ذلك كان ركيز أساسي لكل ما حققه مجلس النواب من إنجازات متميزة في ظل المسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك المفدى من جانبه أكد رئيس مجلس الشورى أن الدعم الملكي للجهود التي تقوم بها السلطة التشريعية يشكل نواة وركيزة لتعزيز إسهاماتها المتعددة في رفض المسيرة الدموقراطية بالإنجازات التشريعية والنهوض بدورها الوطني في سن التشريعات والقوانين المساندة للتقدم والنماء الذي تحققه المملكة في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى وعبر معاليه عن بالغ الفخر والاعتزاز بلقاء جلالته وتسليمه التقرير السنوي التاسع عشر للمجلس والذي وثق أداء مجلس الشورى وعطاءاته التشريعية وأنشطاته وبرامجه المتنوعة خلال دور الإعقاد الثالث من الفصل التشريع الخامس حيث تشرف معاليه بتسليم التقرير لجلالة الملك المفدى استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصافرية هذا اليوم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق وذلك للسلام على جلالته بمناسبة زيارته للمملكة حيث نقل إلى جلالته تحيات وتقدير أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وتمنياتهما الطيبة لمملكة البحرين وشعبها بدوام التقدم والاستهار رحب جلالة الملك المفدى بصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود وكلفه بنقل تحياته لأخي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وخالص تمنياته للشعب السعودي الشقيق بالمزيد من الرفعة والتطور معربا جلالته عن اعتزازه بعمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع بين البلدين وما وصل إليه التعاون والتنسيق الأخوي من تميز على كافة المستويات لتحقيق كل ما فيه الخير والازدهار للشعبين الشقيقين ثمن جلالته المواقف المشرفة لأخي خادم الحرمين الشريفين والداعمة لمملكة البحرين وشعبها وبجهوده في تطوير وتوثيق أواصر العلاقات البحرينية السعودية وشيدا رعاه الله بالدور الريادي للمملكة العربية السعودية الشقيقة في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والحفاظ على مصالح دولها وشعوبها الشقيقة